بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب المدارس الزراعية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة التعليم الفني إن شاء الله حلقتنا النهاردة حتكون مخصصة لطلاب الصف الأول من المدارس الزراعية على النظام العديم والحلقة بتاعتنا إن شاء الله حتكون مخصصة لطلاب الصف الأول مادة أسيات البساتين وحنتناول مع بعض النهاردة حلقة في غاية الأهمية لأنه يتوقف عليها جزء كبير من نجاح عملية التسويق والحصول على العائد الاقتصادي عند زراعة نباتات الحاصلات الوسطنية احنا على مدار الحلقات اللي فاتت تعلمنا مع بعض مجموعة كبيرة من المهارات وعرفنا مجموعة كبيرة من المعارف في النهاية انا لما بزرع اي محصول انا يهمني في النهاية ان انا احصل على الجزء الاقتصادي من هذا المحصول ليتم بعد ذلك اجراء عمليات التسويق والبيع وفي النهاية العودة بالربح طب انا هنا عشان اعمل هذه العملية بشكل جيد فحنتكلم النهاردة ان شاء الله على عملية تسمى عملية الحصاد وتداول نباتات الحاصلات البستنية يعني احنا مع بعض النهاردة ان شاء الله حنتعلم مع بعض مجموعة من المهارات وحنعرف مجموعة من المعارف اللي من خلالها اقدر اعرف امتى يتم جمع الجزء الاقتصادي من النبات وايه هي المرحلة المناسبة من مراحل الجمع وهل كل مراحل الجمع بالنسبة لكل النباتات او كل النباتات الحاصلات البستنية بيكون في معيار واحد او درجة واحدة وهل هناك بعض العمليات الفنية التي تجرى على بعض انواع الثمار بعض قطفها لكي تصبح صالحة للاستهلاك وايه هي طرق الجمع المختلفة اللي بتتم على نباتات الحاصلات البستنية في البداية احنا عايزين نسأل نفسنا سؤالين وهم هيكونوا مفتاح لحلقة النهاردة اولا انا بزرع النبات وبدور على حاجة اسمها الجزء الاقتصادي فانا عندي هنا سؤالين مهمين جدا في الجزء الخاص بتاع الجمع والتداول اول سؤال منهم هل نوعية الجزء الصالح للاستهلاك في الحاصلات البستنية واحدة يعني الجزء الاقتصادي اللي انا باخده من النبات هل هذا الجزء هو جزء واحد ولا بيختلف شكله وصفه من نبات الى اخر الحاجة التانية هل مرحلة النطج اللي بتم فيها جمع المحصول او القطاف بتاع المحصول بتكون واحدة ولا بتختلف من نبات الى اخر يبقى انا هنا عندي فيه سؤالين عند الاجابة عليهم انا اتمكن من نجاح وجودة عملية جمع والحصاد والتداول يبقى ايه هو الجزء الاقتصادي اللي انا باخده من النبات يعني انا باخد منه ايه ايه الجزء اللي انا لما بايزرعه باحصل عليه وهو ده اللي بيتم تسويقه وما هي المرحلة المناسبة اللي بيتم من خلالها عملية الجمع نيجي نشوف اول حاجة عند بعض انواع الحصالات البستانية بيتم جمعها وخطفها عند تكوين السيقان يعني معنى كده ان النبات اللي انا زرعه الجزء الاقتصادي فيه هو عبارة عن سيقان النبات وبيتم جمع هذه السيقان عند بداية تكوينها وده زي ما بيحصل عندي في النبات اللي احنا شايفين صورته مع بعض النبات ده يعتبر من اهم نباتات الخضر من الناحية التسويقية يمكن هو مش مشهور معانا في السوق بالنسبة للكثير ولكن هو نبات القيمة الاقتصادية بتاعته عالية جدا والقيمة الغذية بتاعته عالية جدا وهو نبات الاسبارجس يبقى اول نوعية من النباتات الخضر او النباتات اللي بتم تسويق الجزء الاقتصادي منها اللي هو عبارة عن الساق هو محصول الاسبارجس وهو يعتبر من محاصيل الخضر يبقى اول حاجة عشان نعرف انا هسوي ايه من النبات أنا لو أقول إن النبات الإسبارجس ده لو أنا مش فاهم حاصلات بستانية أجد أدور على الجزء الاقتصادي في النبات هو عبارة عن الساق يعني الجزء ده لا حيطلع ثمرة ولا حيطلع بزرة ولا حيكون له جزء اقتصادي تاني غير هذا الساق يبقى أنا وأنا شغال يهمني إنه ندور على الجزء الاقتصادي الخاص بهذا النبات وهو عبارة عن السيقان وبيتم جمع النبات أو جمع هذا الجزء الاقتصادي في بداية التكوين الحاجة التانية في عندي نوعية تانية من النباتات مجموعة نباتات الجزء الاقتصادي فيها هو عبارة عن أوراء النبات يعني النبات ده أنا لما بزرعه الجزء الاقتصادي اللي له قيمة اقتصادية وقيمة تسوقية وهو اللي بيتم بيعه هو عبارة عن الأوراء الخاصة بالنبات دي مجموعة كبيرة جدا من نباتات وخاصة نباتات الخضر احنا بنسميها مجموعة النباتات الورقية نذكر منها على سبيل المثال زي ما احنا شايفين النموذج اللي معانا ده نبات الخاس ويعتبر نبات الخاس من نباتات الخضر اللي بتم ايضا قطف الجزء الاقتصادي فيها وهو عبارة عن اوراء النبات يبقى الجزء الاقتصادي انا بكون عارف ان انا النبات اللي عندي انا هحصل منه على الجزء الاقتصادي اللي هو عبارة عن الاوراء يبقى انا هستنى لما الاوراء دي اتصل الى مرحلة تمام النبات هل نبات الخاس بس هو من النباتات اللي بتم حصادها او جزء الاقتصادي فيها وعبارة عن الاوراء لا عندي ايضا فيه نبات تاني وهو ايضا من نباتات الخضر الورقية وهو محصول السبانغ عندي ايضا من ضمن النباتات اللي بتم جمعها او جمع الجزء الاقتصادي فيها وهو عبارة عن الاوراق وهو نبات الجرجير وعندي ايضا من ضمن النباتات الورقية لو جينا نعدد حلاء الشبت وحلاء البقدونس وحلاء الكرومب كل هذه النباتات الجزء الاقتصادي فيها هو عبارة عن الاوراق يبقى احنا قلنا ان النبات اول حاجة انا عشان اعمل حصاد بشكل جيد لابد ان انا اكون عارف ان النبات اللي عندي ما هو الجزء الاقتصادي الخاص بهذا النبات يبقى احنا وضحنا ان الجزء الاقتصادي ممكن يكون الصق وممكن ايضا ان يكون الجزء الاقتصادي الخاص بهذا النبات هو عبارة عن الاوراق ووضحنا امثلة لبعض النباتات الورقية وقلنا ان النباتات الورقية دي كلها تعتبر من نباتات الخضر النموذج اللي بعد كده اللي معانا هي نباتات بيتم تسويقها عند بداية تكوين النورة الزهرية عندي من أشهر النباتات اللي بيتم تسويقها عند بداية تكوين النورة الزهرية وأنا ما يفضلش أن أنا أسيب النابات دوة حتى يتم تفتح هذه النورات هو نبات القمبيط نبات الأرنبيط من نباتات الخضر المهمة جدا الجزء الاقتصادي فيه هو عبارة عن النورة الزهرية وبتم تسويق النورات الزهرية قبل تفتحها يعني حينما يكون القرص الزهري للنبات الأرنبيض مندمج ولا أنتظر حتى يتم تفتح النورات يبقى أنا برضو هنا وأنا شغال في مجال الحصولات البستانية لازم يكون عندي فكر أن النبات اللي عندي إيه هو الجزء الاقتصادي وهي المواصفات التسويقية اللازمة لتسويق هذا الجزء يبقى من ضمن النباتات أيضا التي يتم أو من ضمن الأجزاء الاقتصادية اللي بتم تسويقها في نباتات الحصولات البستانية بعض النباتات بيتم فيها تسويق النورات الزهرية قبل تفتحها زي محصول الأرنبيض عندنا أيضا من ضمن النباتات اللي بيتم تسويقها عن طريق أو الجزء الاقتصادي فيها هو عبارة عن النورات الزهرية عندي نبات مهم جدا هو نبات البروكلي وده نبات بيتميز بقيمته الغذائية العالية وأيضا هو من نفس الفصيلة الكرومبية نفس النوع يبقى عندي الأرنبيت وعندي البروكلي وعندي أيضا فيه نبات بيتم تسويقه قبل تكوين النورة الزهرية وده نبات الخرشوف يبقى نباتات بيتم تسويق الجزء الاقتصادي فيها اللي هو عبارة عن الساق نباتات أخرى أنا بسوأ منها الأوراق ونباتات نوع تاني أنا بسوأ منه النورة الزهرية قبل تفتحها ونباتات أنا بسوأ منها النورة قبل تكوينها يعني أنا لو سبت نورة الخرشوف حتى يتم تفتحها بيفقد النبات القيمة التسويقية بتاعته وما بيصبحش صالح للاستهلاك يجب علي لتحديد علامات النطج والحصاد لكل نبات إن أنا أكون عارف إن كل نبات له جزء اقتصادي وكل نبات له علامات نطج خاصة به عندي أيضا من ضمن النباتات في نباتات حاصلات بستانية تقطف عند بداية تكوين الثمار يبقى هنا لما أقول نبات بيتم يقطفه عند بداية تكوين الثمار يبقى أنا حاستنى لما النبات يكون الظهرة والظهرة دي يحدث لها تلقيح وإخصاب ثم يحدث تكوين للثمار وبعد كده أبدأ أخذ الثمار بتاعتي وأبدأ أسوقها من ضمن هذه النباتات نبات البمية اللي احنا شايفينه معانا طب لو احنا بصينا لشكل النبات اللي موجود معانا هو نبات البمية أنا بقول أن هنا بتم تسويق النبات أو تسويق الجزء الاقتصادي عند بداية تكوين الثمار معنى الكلام ده إيه؟ معناها أن أنا عندي هنا الثمرة الخاصة بالنبات لو أنا جيت أن أنا أسوق هذه الثمرة ما ينفعش أن أنا أسيب الثمرة على نبات البمية حتى تصل إلى مرحلة تمام النضج فأنا بقول هنا إيه؟ أن النبات ده هو بتم تسويق الثمار في بداية تكوينها يعني بمجرد ما الثمرة تتكون وهي لسه حجمها صغير بتم قطفها وتسويقها يبقى نوع من النباتات بتم قطف الجزء الاقتصادي فيه أو الجزء الاقتصادي فيه هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن الثمار ويتم تسويقها عند بداية تكوينها يعني أنا ما بستناش لما تصل إلى مرحلة تمام النضج عندي أيضا من ضمن النباتات اللي بتم تسويقها عند بداية تكوين الثمار محصول الخيار أيضا نبات الخيار من النباتات اللي بتم تسويقها عند بداية تكوين الثمرة يعني أنا ما بسبهاش لما تصل إلى مرحلة تمام النضج وعندي أيضا محصول الكوسة أيضا بتم تسويق الثمار بتاعة نبات الكوسة قبل أن تصل إلى مرحلة تمام النضج يعني النبات ده لو أنا سبت الخيار أو سبت الكوسة أو سبت البمية إلى أن تصل إلى مرحلة تمام النطج إن الثمرة بتاعتي تنضم والبذور اللي بتاعتي تبقى قابلة لإعادة الزراع مرة تانية هذه الحالة غير قابلة للتسويق وغير قابلة لاستخدامها في أغراض الطهي ولكن تستخدم في أغراض أخرى وهي أغراض إنتاج البذور عندي في بعض الأنواع بيتم تسويقها عند مرحلة اكتمال تكون الثمرة يبقى احنا قولنا في نوعية أنا بسوأ النبات وباخد الجزء الاقتصادي عند بداية تكوين الثمرة يعني ما بسيبهاش لما تنضم وعندي نوعية تانية أنا ما بسوأهاش أو جزء الاقتصادي اللي فيها هو عبارة عن الثمار ولكن أنا لما باخد الثمرة باخدها إمتى عند اكتمال نطجها واكتمال نموها نشوف الأمثلة اللي معانا عندي أول نبات عندنا نبات المنجو يعتبر نبات المنجو من النباتات اللي أنا لو أخدت الجزء الاقتصادي فيها لازم الجزء الاقتصادي هو عبارة عن ثمار المانجو وهذه الثمار يتم استهلاكها او يتم تسويقها عند مرحلة تمام النطج يعني انا باخد الثمارة ولكن لا يفضل جمع الثمار من على النبات الا ان لا بعد وصلها الى مرحلة اكتمال النمو عندي ايضا من ضمن النباتات اللي بتم تسويقها عند مرحلة اكتمال النمو ثمار نبات الزيتون ايضا نبات الزيتون من نباتات الفاكهة زي وزي المانجو والنوعين بتم تسويقهم لما الثمارة تصل او تستمر على الشجرة بتاعتها حتى تصل الى مرحلة تمام النطج او تمام النمو يعني الثمارة تاخد اقصى حجم ليها وتاخد اقصى درجة نمو على الشجرة بعد كده انا ببدأ ان انا اقطفها وبعد كده بعمل لها عملية التسويق عندي ايضا من ضمن النباتات اللي بتم تسويقها عند مرحلة اكتمال نمو او اكتمال نطج الثمار هو نبات الموز وحنقف شوية مع نبات الموز وينسأل نفسنا سؤال هل الصورة اللي احنا بنشوفها في السوق هي نفس الصورة اللي احنا كنا عرضينها من شوية لثمار نبات الموز نبات الموز هنا زي ما احنا شايفين في الصورة الثمار اللونها اخضر اما الصورة اللي احنا بنشوفها في الاسواق والتداول بنلاقي ان لونها اصفر الثمار اللي لونها اخضر لو انا جيت اتعامل معاها وجيت ابصر المادة الغذائية اللي موجودة داخل غلاف الثمرة حلاق ان المادة هنا مادة نشوية وطعمها غير مقبول المادة في حالة الموز اللي بيسوى بلاقي ان المادة فيها نسبة من السكريات وطعمها مقبول فاذا هنا انا بقول ان بيتم جمع عند مرحلة اكتمال نمو الثمرة ولكن بيتم في بعض المعاملات زي ما احنا هنوضح بعد كده ان في معاملات تجرى على هذه الثمار لاجراء ما يسمى بالانضاج الصناعي يبقى اذا هنا في معاملة احنا بنعملها على بعض انواع الثمار تسمى معاملة الانضاج الصناعي واشهر النباتات اللي بيتم عليها الانضاج الصناعي هو نبات الموز يعني انا داخل المزرعة بتاعتي لما بيكون عندي نبات موز وانا زرعه نبات الموز دوت بستنى لما تصل الثمار لمرحلة تمام النمو بتاعها وحنشوف ما هي الدلائل اللي في نبات الموز بتدليلي ان النبات دوت اصبح الصباطة بتاعت الموز او اصبح المحصول الاقتصادي للموز وصل لمرحلة تمام النمو بتاعه عشان اعمل قطاف او اعمل جمع لهذه الصباطات وبعد كده اعمل لها تسويق في دلائل معينة في هذا النبات تدلني انه وصلت الثمار لمرحلة اجتمام النمو وبعد كده انا بعمل لها عملية تسمى عملية الانضاج الصناعي طيب عندي ايضا من ضمن النباتات اللي بيتم قطافها وجمعها عند نطج الثمار محصول العنب وبرضه هنوقف هنا عند محصول العنب ونشوف عندي في حاجة مهمة جدا هل لما اجي اجمع نبات العنب انا كرجل شغال في المجال الحاصلات البستانية هل اجمع ثمار العنب لما تصل للون احمر او لما تصل للون اصفر انا ببص هنا بقى للون المميز للصنف اللي مزروع يعني نباتات العنب في منها نباتات اللون بتاعها الطبيعي اسود بعض انواع العنب الثمار بتاعتي لون العنب بتاعي اسود فما ينفعش ان انا اجمع هذه الثمار في مرحلة قبل ان تصل لهذه المرحلة في انواع اللون بتاعها الطبيعي القابل للتسويق هو اللون الاصفر وفي نوع بيكون اللون او درجة النطج بتاعتي عندي هي اللون الاخضر الفاتح وعندي انواع بيكون فيها ثمار من ثمار العنب وانواع من انواع العنب بيكون اللون بتاعها اللون الاحمر يبقى انا برضو هنا عندي نبات العنب من ضمن النباتات اللي بتم تسويقها عند اكتمال نمو الثمار ولكن عندي هنا حاجة اسمها دلائل اكتمال النمو اللي أنا بعدها بعمل عملية قطاف لهذه الثمار يبقى عندي نوعيات النباتات الحاصلات البستانية المختلفة سواء كانت نباتات خضر أو نباتات فكهة كل نبات له مرحلة معينة من المراحل وله جزء اقتصادي بيتم الجمع فيه نشوف معنا كمان بعض الأمثلة زي ما احنا شايفين نبات التفاح نبات التفاح ايضا من ضمن نباتات العائلة التفاحية وهو نبات من نباتات الفكهة وبيتم جمع الثمار بتاعتي عند اكتمال نطج الثمار طب هل نبات التفاح اللي عندي يتم جمع الثمار بتاعتي نبات التفاح عندما يصل لونها زي ما احنا كنا شايفين في الصورة من شوية لون احمر لا من عندي فيه انواع تفاح اللون الطبيعي بتاعها ودرجة النطج بتاعتي ثمار تفاح لونها الطبيعي ما بليتلونش فلونها الطبيعي بيكون أخضر فما ينفعش برضو هنا إن أنا أستنى لما الثمرة تلون لأن كده كده الثمرة بتاعتي مش هتلون أصناف التفاح اللي بتم زراعتها في مصر ليست من الأصناف تامة التلوين يعني الثمرة بتاعتي في الطبيعة بتاعتها ما بتكونش تامة التلوين باللون الأحمر فما ينفعش برضو هنا أيضا إن أنا أستنى لما الثمرة بتاعتي تصل إلى مرحلة تمام التلوين فليس تمام التلوين علامة من علامات النطج ولكن هنا في علامة معينة في النطج التفاح أننا بستنى برضه لأن المسافة بين الأكتاف تكون مسافة معينة من 3 إلى 4 سنطي بيكون وصلت للحجم بتاع السمرة الطبيعية عندي أيضا في حاجة مهمة جدا حنتكلم عليها تسمى عملية النطج البستاني لما استعرضنا مع بعض النباتات للحصلات البستانية المختلفة نباتات الفكهة ونباتات الخضار وقلنا لكل نبات أو كل نوعية نباتية لها جزء اقتصادي والجزء الاقتصادي ده هو اللي بيحدد لي معاملة الجمع اللي بيتم عليه فأنا عندي هنا تعريف مهم جدا جدا ولازم أكون مركز فيه عندي حاجة اسمها النطج البستاني نطج بستاني معناها أن الجزء الاقتصادي اللي أنا هاخده من النبات وصل إلى مرحلة تمام النمو يعني أنا لو سبته على النبات بعد كده أنا مش هستفيد بميزة نسبية يعني الجزء ده مش هيزيد في الحاج ولا هيحصل فيه تحولات داخل الثمرة وبالتالي أنا لو سبته هيحصل تدهور لهذا الجزء الاقتصادي على النبات وحفقد القيمة التسوقية بتاعتي يبقى أنا عندي هنا في معاملة مهمة جدا وتعريف مهم جدا أنا لازم أعرفه اسمه تعريف النطج البستاني تعريف النطج البستاني زي ما احنا شايفين مع بعض هو وصول الجزء النباتي يعني الجزء الاقتصادي من المحصول البستاني باختلاف نوعه سواء كان فكهة أو خضر أو نبات طبي أو نبات عطري أو أحد ظهور القطف إلى المرحلة اللي بيكون فيها صالح للاستهلاك حسب رغبة المستهلك ليه؟ في بعض الأحيان الزوء بتاع المستهلك بيكون بيختلف في ناس بتحب ثمرة بتكون نطجة بدرجة معينة وفي ناس بتحب ثمرة تكون نطجة بشكل آخر في معاملة برضو مهمة جدا أنا بقول حسب الرغبة أنا هنا لو أنا حنتج محصول من محاصيل البستانية وحيتم نقل هذا المحصول لمسافة بعيدة هل هنا معاملة الجمع اللي بتتم هل المرحلة اللي بيتم فيها جمع هذا المحصول تختلف عن لو أنا كنت بسوعه تسويق محلي غير لما أكون بسوعه للتصدير فعلا الفترة الزمنية اللي بتكون مبين جمع المحصول إلى أن يصل إلى سوق المستهلك النهائي بتتحكم عندي في درجة النطج ولكن يتم جمع هذه المحاصيل كلها بعد وصولها لمرحلة النطج البستاني اللي هي المرحلة اللي النبات بتاعي بيكون فيها وصل إلى مرحلة تمام النطج ووصل إلى مرحلة الرغبة في شغل أو تصل إلى المرحلة المرغوبة بالنسبة للمستهلك طيب هل يمكن الاعتماد على دليل واحد معنا سؤال مهم لقول هل يمكن الاعتماد على دليل واحد لاكتمال نمو الثمرة في الحاصلات البستانية عشان تبقى معيار أن أنا بيتم الحكم عليها أو على جودتها أو على درجة نطجها بلقي لابد من استخدام أكثر من دليل للوصول إلى هذا الهدف يعني أنا عشان أعمل عملية الجمع بشكل جيد لابد أن أنا أستخدم أكثر من دليل عشان يوصلني لمرحلة كمال النطج ومرحلة تمام النطج فبنشوف مع بعض دلاء الاجتمال النمو والصلاحية للقطف لبعض أنواع نباتات الحاصلات البستانية نشوف أول حاجة دلاء الاجتمال النمو والصلاحية للقطف بتختلف على حسب إيه عندي حاجتين هل الغرض من الاستخدام هل أنا بستخدمها للتسويق ولا لاستهلاك الطازج المسافة بين المزرعة والسوق عندي من حيث الغرض من استخدام السمار هل بيتم استخدام هذه السمار للاستهلاك الطازج ولا التصنيع ولا التخزين يعني هنا لو أنا هستخدم الثمار اللي عندي لأغراض التصنيع أنا ممكن أجيب السمار أو أسيد الثمار تصل إلى أقصى مرحلة نطج عندي في السوق لو أنا هستخدمها للتخزين أنا ممكن أجمع الثمار في مرحلة قبل المرحلة الخاصة للتصنيع وأيضا لو أنا هستخدمها للاستهلاك الطازج هتكون في مرحلة قبل التخزين وقبل التصنيع المسافة بين المزرعة والسوق لو أنا هستخدم محصول أو نبات هيتم تسويقه محليا يعني بيتم تسويق هذا النبات داخل أسواق محلية ويكون المسافة بين إنتاج النبات والتسويق مسافة قريبة يعني مسافة مثلاً لا تتعدى عدة كيلومترات فبيتم جمع المحصول في مرحلة معينة وليكن محسلاً محاصيل الخضر الورقية أنا ما ينفعش الخضر الورقية نباتات حساسة لارتفاع درجة الحرارة والجزء الاقتصادي فيها عبارة عن الأوراق والأوراق بتبقى غضة لو أنا نقلتها لمسافات بعيدة فبلاقي أن هذه الأوراق بتفقد القيمة التسويقية والنضارة والغضادة بتاعتها فبالتالي بتصبح غير قابلة للتسويق أو تفقد جزء من قيمتها التسويقية لو أنا هسوأ هذه النباتات اللي عندي أو الجزء الاقتصادي ده بتم تسويقه داخل القطر يعني داخل الجمهورية ولكن فيه مسافات بعيدة وليكن أنا بجمع نبات زي نبات الطماطم في بعض العروات في الفترات انخفاض درجات الحرارة بيتم زراعة نبات الطماطم في محافظات الوجه الإبلي طيب النباتات اللي بيتم زراعتها في وجه الإبلي من نباتات الطماطم اللي حيتم لها على مدار ممكن تاخد عملية النقل أكتر من 24 ساعة أو حوالي على مدار اليوم بيتاخد مسافات رطويلة هل يتم جمع هذه الثمار وهي تامة النطج وتامة التلوين لا حلايا هنا أنا ممكن أجمع الثمار في مرحلة مبكرة شوية ويتكم عملية التلوين لهذه الثمار في أثناء مرورها من مناطق الإنتاج إلى مناطق التسوية وعندي أيضا في بعض الأحيان بيتم عملية تسوية لنباتات الحاصلات البستانية في أسواق مركزية زي ما موجود معنا في السوق المركزي المشهور في جمهورية مصر العربية سوق العبور بيتم تجميع الفواكه والخضروات أو نباتات الحاصلات البستانية بصفة عامة في هذا المكان وبيتم بعد كده بحها لتجار الجملة وتجار الجملة في النهاية بيتم بحها لتجار التجزاء فأنا باخد مسافة فترة زمنية ما بين جمع النبات أو جمع المحصول في المزرعة إلى أن يصل إلى المستهلك النهائي في مسافة زمنية فبرضو هنا المسافة الزمنية دي بتحكمني في مرحلة النطج المناسبة لعملية الجمع أيضا لو أنا عندي نبات بيتم تصديره إلى خارج البلاد النباتات اللي بيتم تصديرها بتاخد مسافة أطول وبتاخد فترة أطول وبالتالي أيضا بيتم عمل معاملات خاصة وجمع ثمار النباتات أو الجزء الاقتصادي في مرحلة معينة بحيث أن هي تضمن صلاحية هذا الجزء الاقتصادي إلى أن يصل إلى المستهلك النهائي في بلد الاستهلاك جيب بعض زي ما احنا شايفين مع بعض دلائل اكتمال النمو والصلاحية للقطف قلنا بتختلف حسب الغرض من الاستخدام الثمار وحسب المسافة بين المزرعة والسوق فمن حسب الغرض من استخدام الثمار حسب الاستهلاك الطازج أو التصنيع أو التخزين المسافة بين المزرعة والسوق عندي المسافات القريبة بيتم فيها التسويق المحلي ولو كانت مسافة أبعد شوية للتسويق المحلي ولكن المسافة أبعد وعندي الغرض اللي بعد كده غرض التصدير نيجي نشوف مع بعض ما هي أهم دلائل اكتمال النمو والصلاحية للقطف عندي أول حاجة عمر القطف يعني عمر الثمر اللي على النبات الحاجة التانية حجم الثمار عندي العنصر اللي بعد كده شكل ثمار النبات وعندي لون الثمرة وعندي نسبة المواد الصلبة الكلية الزائبة وعندي نسبة المواد الصلبة الزائبة إلى نسبة الحموضة وعندي درجة ليونة الثمار يبقى أنا عندي هنا مجموعة من الأدلة اللي بتدليني على اكتمال النمو والصلاحية للقطف عمر القطف حجم الثمار شكل الثمار لون الثمار نسبة المواد الصلبة الزائبة الكلية نسبة المواد الصلبة الزائبة إلى نسبة الحموضة ودرجة ليونة الخاصة بالثمار طب نيجي نشوف مع بعض بقى كل واحدة من دول ايه هي علامة اكتمال النمو وعندي حاجة تسمى النضج هل هناك فرق ما بين علامة اكتمال النمو ونضج نباتات الحصولات الجستانية في عندي حاجة اسمها اكتمال النمو وعندي حاجة اسمها النضج مرحلة اكتمال النمو إن جزء الاقتصاد اللي عندي بيصل إلى أقصى حجم على النبات اللي حمل لي طب في مرحلة النضج النبات بيصل إلى أقصى درجة من النضج ولو أنا سبتها بعدي هيحصل له عملية تدهور وفقدر القيمة التسويقية بتاعتي يبقى هنا في لازم أفرق ما بين تعريفين مهمين حاجة اسمها اكتمال النمو وعندي حاجة اسمها النضج نشوف مع بعض التعريف الأول أول حاجة عمر القطف عمر القطف معناها هي الفترة اللي بتكون موجودة ما بين التزهير وقطف السمار يبقى بشوف الفترة اللي ما بين التزهير وعملية القطف ودي بتحصل في المحاصيل السمارية زي ما موجودة في محاصيل الفكهة وبعض أنواع الخضر اللي موجودة في العائلة البزنجانية والعائلة البقلية والعائلة القرعية بمعنى إيه؟ معنى عمر القطف أن نقدر أحكم على مرحلة الجمع من خلال عدد الأيام اللي بتقضيها الجزء الاقتصادي على النبات من بداية خروج الظهرة إلى أن يصل إلى مرحلة الجزء الاقتصادي بتاعي ومرحلة تمام النمو الحاجة التانية حجم الثمرة ببعض الأنواع ما بيتمش جمعها إلا عند وصلها إلى حجم مميز للون والصنف وبنقول حجم مميز للون والصنف تحت ظروف منطقة الانتاج ليه؟ لأن في بعض الأحيان درجة خصوبة التربة بتتحكم في درجة حجم الثمار بتاعت بمعنى إيه؟ أنا لو عندي الأراضي بتاعتي أراضي ضعيفة وعندي لو أراضي نسبة الخصوبة بتاعت فيها مرتفعة هل حجم الجزء الاقتصادي في النبات بيكون هو نفس النفس الحجم لو نبات الأرض بتاعتي خصبة ولو نبات درجة الخصوبة بتاعت أقل؟ فبلاقي درجة التلوين وحجم الجزء الاقتصادي بيختلف حسب درجة خصوبة التربة يبقى هنا أيضا من ضمن الدلائل أنا لازم أكون عارف النبات بتاعي بيتم زرعته فين؟ وحجم الثمرة بتاعي في الطبيعة أو حجم الجزء الاقتصادي في هذه المنطقة بيكون حجمه إزاي؟ العنصر اللي بعد كده شكل الثمار ودي من ضمن المعاملات المهمة جدا عند تحديد مرحلة الجمع للحاصلات البستانية نيجي نشوف شكل الثمار إزاي؟ نبص مع بعض زي ما احنا شايفين في بعض احنا وقفنا شوية لما جئنا نتكلمنا على أن نبات الموز بيتم جمعه في مرحلة معينة فبلاقي الثمار الموز بيتم جمعها عندما يقل التضليع على الأصابع وتنحن الكفوف نحو الحامل الثمري وتجمع أيضا ثمار المانجو والتفاح عندما يكتمل شكلها المميز اللي هي بنقول تكوين أكتاف أو مشابة دي بنسبة لنبات التفاح يعني هنا من ضمن الدلائل اللي بتدل أن النبات اللي عندي أو الجزء الاقتصادي وصل إلى مرحلة تمام النمو في المحاصيل الثمارية شكل الثمار هنشوف مع بعض بعد شوية إزاي نحكم على ثمار نبات الموز دي إن هي وصلت إلى مرحلة تمام النضج يبقى أيضا من ضمن الدلائل اللي أنا بستخدمها للحكم على جودة أو على مرحلة الجمع المناسبة هي مرحلة شكل الثمار بتاعتي عندي إن نشوف مع بعض الصورة اللي معانا بتبين لي نبات الموز في مرحلة وإن الصورة التانية بتبين نبات الموز في المرحلة التانية لو إحنا شفنا المرحلة اللي موجودة قدامنا دي هنا الأصابع بتاعة نبات الموز أصابع مضلعة يعني التضليع فيها باين والأصابع بتاعة الموز الحجم بتاعها حجم صغير لو جينا نشوف الصورة التانية اللي معانا دي بلاقي هنا نسبة التطليع بتكون هنا اقل يعني معنى كده ان الثمار بتاعة نبات الموز وصلت الى مرحلة تمام النطج بتاعها ولو بنا برضو نبص هنا للصورة ونركز فيها شوية حلاقي هنا ان درجة الانحناء اللي موجودة في اصابع الموز درجة اكبر شوية يبقى لما نيجي نحكم على نبات الموز ونشوف ايه هي الدرجة بتاعته يبقى هنا الصورة دي يتمعانا ثمار موز ناضجة الصورة التانية دي يتثمار موز غير ناضجة يبقى انا هنا ما ينفعش اقطف ثمار الموز في هذه المرحلة لا بيتم قطف ثمار الموز في هذه المرحلة طيب هنا بعد لو احنا برضو بصينا للصورة دي احنا يمكن ونحنا بنتكلم من شوية قولنا ان النبات الموز لما بنشوفه في الاسواق عند المستهلك او عند تاجر التجزئة بلاقي ان شكل ثمار الموز شكلها ايه اللون بتاعها ايه لونها اصفر الصورة اللي احنا احنا شفناها دلوقتي لونها اخضر فبيتم هنا مع معاملة زي ما احنا وضحنا انه هيتم على هذه الثمار معاملة بعد كده تسمى معاملة الايه معاملة الايه الانضاج الصناع زي ما احنا قولنا تمام يبقى هنا من ضمن الدلائل اللي بتحكم على حجم الثمار او شكل الثمار عندي من ضمن الادلة اللي بتدليني على مرحلة تمام النطق نشوف النموزج اللي معنا التاني هو ثمار التفاح نشوف كده شكل ثمار التفاح ونبص مع بعض ونسأل نفسنا سؤال هل يجوز جمع ثمار التفاح في هذه المرحلة اللي موجودة قدامنا لا ثمار التفاح في هذه المرحلة ثمار غير نطقة لم تصل الى مرحلة اجتمال النمو ولم تتكون الاكتاف بالشكل الكافي نشوف الصورة تانية هنلاقي الصورة دي فعلا هي الصورة اللي فيها المرحلة اللي نبات التفاح اللي عندي صالح للاستهلاك او صالح للقطف ولو جينا نبص مع بعض هنلاقي في هنا حاجة مهمة جدا في نبات التفاح هنبص هنا مع بعض هنلاقي هنا في الجزء ده دي المنطقة دي احنا بنسميها منطقة الاكتاف فبلاقي تم تكوين هذه المنطقة بشكل جيد واصلت ايضا الثمار بتاعتي الى مرحلة تمام النطقة يبقى هنا لو بصينا مرة تانية هنشوف شكل ثمار التفاح هنلاقي دي الثمار غير قابلة للجمع او المرحلة بتاعتي غير نضجة الثمار التانية اللي عندي دي دي سمار طفاح نضجة عندي من ضمن العوامل والدلائل اللي بتدلني ان النبات اللي عندي وصل لمرحلة تمام النطقة ومرحلة التسويق لون الثمار ونقف هنا مع اشهر النباتات اللي فيها عملية التلوين وبتم تسويقها في مراحل مختلفة هو نبات الطماطم نبات الطماطم من ضمن نباتات الخضر اللي بيتم استهلاكها طول السنة وفي بعض الاحيان زي ما احنا وضحنا من شوية انه بيتم في بعض الاحيان لها لمسافات بعيدة من مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك فنبات الطماطم ممكن جمعه في مراحل مختلفة وهنشوف مع بعض صورة بتبين لنا مراحل نطج ثمار الطماطم المختلفة بالنسبة للون نشوف في الدرجة الاول تجمع ثمار التفاح والخوخ والمانجو والعنب والطماطم عندما يصل لون السطح الخارجي للون معين زي ما احنا وضحنا ان بعض انواع التفاح لونها اخضر فمش هستنى لما يبقى لونها احمر بعض انواع بيبقى لونها اخضر وفي جزء منها احمر فبيتم جمعه في هذه المرحلة وايضا نبات الخوخ طب نجي لنبات المانجو في بعض اصناف المانجو اللون المميز للنبات هو اللون الاصفر فانا مش هستنى هنا لو عندي نبات وصنف من اصناف المانجو هو اساسا لونه اخضر وما بيتمش تلوينه او تحول اللون عندي الى اللون الاصفر لو انا استنيت على النبات لما تتحول المانجو من اللون الاخضر الى اللون الاصفر كده انا هفقد النبات اللي عندي يبقى أنا لازم أعرف أن لون الثمرة في بعض أنواع النباتات أو بعض الأصناف لها لون مميز لو جينا نرجع تاني خلينا في المنجو شوية حالي في أصناف من أصناف المنجو بتتميز باللون الأخطر في بعض أصناف المنجو بتتميز باللون الأصفر وتكون تامة التلوين في بعض الأصناف بتاعت المنجو بتتميز أن اللون بتاعي بيكون أصفر ويشوبه جزء من الحمرة وبعض أصناف المانجو بتتميز أن هي السمرة بتاعتها لونها أحمر يبقى هنا أنا لازم أكون عارف كراجل فني في مجال إنتاج الحصالات المستنية إيه هو اللون المميز اللي موجود للنبات اللي عندي طيب نشوف كمان هنا ثمار البطيخ والكنتالوب نبات البطيخ ونبات الكنتالوب لو جينا نبص عندي ثمار البطيخ في الفترة الأخيرة تم استنباط مجموعة من الأصناف بتتميز بأن اللوب بتاع ثمار البطيخ ليس باللون المعتاد اللي احنا تعودنا عليه اللي هو اللون الأحمر ولكن هناك بعض الأصناف تم استحداثها وتم استنباطها ولون اللوب اللي عندي لونها أصفر يبقى أيضا بيتم جمع ثمار البطيخ عند اكتمال أو وصول لوب الثمرة يعني الجزء الداخلي داخل الثمرة زي ما هو موجود في البطيخ والكنتالوب إلى اللون المميز يبقى هنا عندي أيضا من ضمن الدلائل اللي بأحكم بيها على درجة النطج بتاع الجزء الاقتصادي هو عبارة عن لون الثمار هنشوف مع بعض كده صورة لنبات الطماطم اللي بتبين لي مراحل النطج المختلفة في نبات الطماطم هلقى هنا كل الثمار الطماطم اللي موجودة في الصورة اللي معايا دي يتقابلة للجمع والتسويق بكل صورة من هذه الصور يعني أنا ممكن أجمع ثمار الطماطم التامة التلوين باللون الأحمر ممكن أجمع ثمار الطماطم البادئة في التحول من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر وبمكن يتم جمع ثمار الطماطم في مرحلة اللون الأخضر عند بداية التحول وكل حسب المسافة اللي بيتم التسويق إليه هنا نبات الطماطم اللي موجود معايا في الصورة ده بيبين لي مراحل نطج نبات الطماطم المختلفة وكل المراحل اللي موجودة معايا في الصورة دي ممكن يتم جمع ثمار الطماطم فيه الصورة التانية دي لنبات البطيخ وبنقول زي ما احنا وضحنا أن نبات البطيخ من ضمن نباتات الخضر اللي بيتم تسويقها عند وصول لب الثمرة إلى اللون المميز للثمار عندنا هنا ثمار بطيخ اللي بتتميز باللون الأحمر والناحية التانية ثمار البطيخ اللي بتتميز باللون الأصفر وهذه الأنواع موجودة حاليا في الأسواق بتاعتنا يعني ما هيش صورة ملونة لا دي نبات بطيخ بالفعل موجود يبقى هنا أيضا من ضمن الدلائل اللي بتدليني أن النبات بتاعي وصل لمرحلة تمام النطج لمرحلة الحصاد يبقى احنا هنا كل اللي احنا نتكلم فيه إزاي أن أنا أعرف أن النبات اللي عندي وصل إلى مرحلة تمام النمو أو مرحلة النطج اللي أنا ينفع أن أنا أطفه فيها عشان أعمله عملية التسويق زي ما احنا قلنا في بداية كلامنا في أول الحلقة أن المعاملة دي مهمة جدا لأن هي المعيار اللي حضرتك هتحكم فيه على نجاح عملية التسويق عشان الحصول على الجزء الاقتصادي أو المال أنا زرعت وصرفت على المزرعة بتاعتي سواء كانت مزرعة فكهة فأنا بيتم جامع المحصول بعد سنة أو لو أنا صرفت على الأرض بتاعتي في إنتاج حصيلات الخضر خلال الموسم النمو بتاعي ومستنى في النهاية جامع المحصول عشان أصل إلى أعلى عائد اقتصادي فنلازم أستنى لما أصل إلى أقصى درجة معينة من درجات النمو لهذه الثمرة على النبات وبعد كده أبدأ أعمل لها عملية الجامع والتسويق نشوف بعض نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلي في بعض الأحيان بعض أنواع الثمار زي موجود في الكنتالوب والفراولة والبرتقان واليوسفي بقدر نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية داخل الثمرة إلى رقم معين ودي بتبقى موجودة جداول بتحكم هذه النسبة وعندي أيضا نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية إلى نسبة الحموضة ودي بتبقى موجودة في العنب والبرتقان ومحصول اليوسفي عندي درجة الليونة يعني الثمار اللي عندي صلبة بدرجة كافية أو لينة لدرجة معينة ودي بيتم الحكم عليها بالخبرة الشخصية باستخدام القبض على الثمرة باليد بين فراحة اليد زي ما بيحصل في الثمار الكوميترة وفي بعض الأحيان بيتم الحكم على درجة الليونة من خلال أجهزة خاصة يبقى هنا وضحنا مع بعض أنه عندي في سبع دلائل ممكن من خلالها الحكم على صلاحية الجزء الاقتصادي لعملية القطف شكل الثمرة حجم الثمرة عمر القطاف بتاع النبات اللي عندي أو الثمرة اللي عندي من مرحلة البداية النمو لمرحلة تمام النمو درجة الليونة بتاعة الثمرة بتاعتي نسبة المواد الصلبة الزائبة الكلية نسبة المواد الزائبة الكلية إلى درجة الحموضة اللي بتاعي يبقى هنا في عندي مجموعة من المعايير لازم أننا أكون أعرفها ليه الحكم على وصول الثمار بتاعتي أو وصول ودايما هنقول الجزء الاقتصادي خلينا مع بعض نقول الجزء الاقتصادي ما نقولش الثمرة عشان الموضوع بتاعي يبقى أشمل وأعم نجي نشوف تعريف مرحلة اكتمال النمو مرحلة اكتمال النمو احنا وضحناها قولنا أن الثمرة بتصل إلى الشكل والحجم الممثل للصنف تحت ظروف منطقة الانتاج ولو سبت الثمرة على النبات ما بيحصلش زيادة في الحجم ولكنها تدخل في مرحلة تسمى مرحلة النضج يبقى هنا عندي قولنا احنا هنفرق ما بين حاجتين مرحلة اكتمال النمو ومرحلة النضج مرحلة اكتمال النمو بتسبق مرحلة النضج يعني مرحلة النضج مرحلة تالية في مرحلة اكتمال النمو تصل الجزء الاقتصادي يصل الجزء الاقتصادي إلى أقصى حجم ممكن يعني أنا ممكن يتم جمع الجزء الاقتصادي في هذه المرحلة ولو أنا سبته سيبدأ يتحول أو يدخل من مرحلة اكتمال النمو إلى مرحلة النضج في بعض الأحيان أنا مش محتاجة أستنى على النبات بتاعي أو الجزء الاقتصادي إلى أن يصل إلى مرحلة النطج يبقى مرحلة اكتمال النمو هي مرحلة بيصل فيها الجزء الاقتصادي إلى أخصى حجم ممكن ولو أنا سبته على النبات هيبدأ يتحول إلى مرحلة اللي إيه؟ مرحلة النطج الجزء أو التعريف الثاني مرحلة النطج هي حدوث مجموعة من التغيرات الفيسيولوجية والكيميائية داخل الثمرة اللي اكتملت في نموها تؤهلها للوصول للصورة النهائية ثم تدخل في مرحلة الشيخوخة والتدور يبقى الثمار في مرحلة النمو أو عند اكتمال النمو ممكن أثبها لما تصل لمرحلة النطج ولكن عند تمام النطج لا يفضل بأي حال من الأحوال ترك الثمار أو الجزء الاقتصادي على النبات فيما بعد مرحلة النطج لأن لو وصل لمرحلة النطج هيوصل عندي لمرحلة تسمى مرحلة الشيخوخة ومرحلة التدهور وحفقد عندي الجزء الاقتصادي يبقى احنا هنا عرفنا فرق ما بين اكتمال النمو اللي هي أقصى درجة معينة من النمو تصل إليها الجزء الاقتصادي بعدها لو أنا سبته هيوصل لمرحلة النطج مرحلة النطج هي مجموعة من التغيرات الفيسيولوجية اللي بتحدث داخل الثمار بعدها لو أنا سبت الثمرة هيحصل فيها تدهور ووصلها لمرحلة تسمى مرحلة الشيخوخة طيب هنا نبص مع بعض نشوف في عندي ثمار بعض الأنواع بيتم قطفها عند مرحلة اكتمال النمو وما بستناش لمرحلة تمام النطج زي ما احنا وضحنا في بداية حلقتنا لما جينا تكلمنا على نبات الموز ونبات المانجو ونبات الطماطم ونبات الكنتالوب يبقى هنا زي ما احنا شايفين في بعض أنواع الثمار بيتم قطفها عند مرحلة اكتمال النمو ولا يتم الانتظار حتى دخولها في مرحلة النطج وأشهر نبات معانا هو نبات الموز زي ما احنا وضحنا وشفنا الصورة بتاعة الموز لما جينا نتكلم على دلائل النطج بتاع نبات الموز وقلت انحناء الكفوف الى نحو الحامل النوري او حامل الصباطة وقلنا ان استدارة الاصابع واختفاء التضليع وكمان اللون بتاعي بيكون بدل ما هو اخضر داكن بيتحول الى الاخضر الفاتح التلات دلائل دول اللي دلوني ان النبات الموز وصل الى مرحلة اكتمال النمو وليست مرحلة النطج لان انا ما نفعش ان انا سيب ثمار الموز على النبات حتى تصل الى مرحلة اكتمال النطج وإلا النبات اللي عنده حيفقد الجزء الاقتصادي وايضا نبات الكنتلوب من ضمن النباتات اللي بتم تسويقها عند مرحلة اكتمال النمو وليس مرحلة تمام النطج في بعض الانواع ما ينفعش يتم جمعها الا عند وصلها الى مرحلة تمام النطج زي ما احنا شايفين العنب والخوخ والمشمش والبرقوق والبلح والبطيخ هذه النباتات من نباتات الفكهة اللي لازم عند جمعها يتم جمعها عند مرحلة نطجها يعني لازم الثمرة اللي عندي او الجزء الاقتصادي يكون وصل الى مرحلة النطج وليس مرحلة اكتمال النمو بقى لازم في نبات العنب والنبات البطيخ استنى لما تحصل التحولات الفيسيولوجية اللي بتحدث داخل الثمرة اللي هي بيكون مثلا عندنا هنوضحها بشيء من التفصيل لو جينا نبص لنبات العنب ثمار نبات العنب في بداية عند مرحلة اكتمال النمو الثمرة وصلت لمرحلة تمام النمو بتاعها بعد كده بيكون معانا بيحصل فيه تحولات بتحول المواد اللي موجودة داخل الثمرة من طعم معين الى الطعم المرغوب فيه قصفة تسوقية بعد كده نخشوف بقى حاجة اسمها النطج البستاني ودي عملية مهمة جدا في حالة النطج البستاني بنقول فيها وصول الجزء النباتي من المحصول اللي هو سواء كان فكهة او خضر الى المرحلة اللي بيكون فيها صالح للاستهلاك حسب رغبة الانسان زي ما احنا وضحنا عمر القط في المدة من التزهير الى الجمع وقلنا مع بعض حجم الثمرة وصول الثمار الى حجم المميز وقلنا مع بعض نسبة المواد الصلبة الكلية الزائبة بتكون فيها معظم السكريات موجودة في ثمار البرتقال واليوسف والمانجو وقلنا نسبة المواد الصلبة الزائبة الى نسبة الحموضة دي موجودة في الثمار العصيرية زي سمار العنب وسمار البرتقال ولما جينا اتكلمنا على درجة الليونة قلت دي درجة بيتم الحكم عليها وقياسها باجهزة خاصة او بالخبرة لدى المستخدمين او لدى العاملين في مجال الحاصلات المستنية ووضحنا مع بعض الفرق ما بين عملية اكتمال النمو وعملية النضج فقلنا ان اكتمال النمو زي ما احنا قلنا وصول السمرة الى الحجم الممثل للصنف والنوع تحت ظروف منطقة الانتاج ولا تزداد السمار في الحجم بعد ذلك ولا تدخل في مرحلة النضج ولما جينا اتكلمنا في السمار اللي بتي ام قطفها عند اكتمال النمو قلنا الموز وقلنا المانجو وقلنا الطماطم وقلنا الكنتالوب وقلنا تعريف النضج هو حدوث التغيرات الفسيولوجية الكيميائية اللي بتم حدوثها داخل السمار وقلنا ان عملية النضج هي عملية بتلي عملية تمام النمو وفي بعض الواع بتم لازم ان انا استنى للسمار بتاعتي الى ان تصل الى مرحلة النضج لكي يتم الجمع فيها زي ما بقولنا نبات الخوخ ونبات المشمش ونبات العنب وان من ضمن السمار زي ما احنا شايفينها بعض العنب والخوخ والمشمش والبرقوق والبلح والبطيخ هي من النباتات اللي بتم جمعها عند مرحلة تمام النضج يباحنا هنا من البداية اتكلمنا على عملية مهمة جدا هي عملية حصاد الحاصلات البستانية واتكلمنا على المراحل المختلفة لعمليات النضج سواء كانت مرحلة اجتمال النمو ومرحلة النضج ووضحنا مع بعض ما هي الدلائل اللي من خلالها بيتم الحكم على صلاحية الجزء الاقتصادي الصالح للقطف ووضحنا مع بعض بعض الادلة اللي موجودة في بعض النباتات وبعض الاجزاء النباتية اللي بتم تسويقها من المحاصل المختلفة سواء حاصلات فكهة او حاصلات خضر وزي ما هنشوف بعد كده في حاصلات الزين احنا هنا اتكلمنا في البداية على ايه هي الجمع وما هي المعاملات او ما هي المراحل المختلفة اللي بتم فيها الجمع والادلة اللي بنحكم بيها على صلاحية الجزء الاقتصادي للقطف هنا تكون انتهت حلقتنا معاكم وانكمل ان شاء الله الجزء الخاص بجمع وتداول الحاصلات البستانية في حلقة اخرى